موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشط الأخبار من قناة يو تي في من العاصمة الأوكرانية أصحبكم فيها أنا ياد السيتية والبداية بأبرز العالمين أصابع الاتهام تشير مجدداً إلى روسيا في قضية تسميم العميل سكريبال في بريطانيا أوكرانيا تختبر بنجاح منظومة سكيف الصاروخية المضادة للدبابات المعدلة وفي النشرة نتعرف على مجمع كيبيتشيرس كالافرا أحد أبرز معالم العاصمة الأوكرانية موسيقى أعلمكم أكدت منذوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن التحقيق الذي أجرته بيلادها في قضية تسميم العميل سكريبال يدل على أن الهجوم استخدم فيه غاز نبيتشوك وقالت بيرس في كلمة ألقتها خلال جلسة لمجلس الأمن إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك قدرات لإنتاج هذه المادة واعتهمت المسؤولة البريطانية السلطات الروسية بأنها احتفظت بمستودعات أسلحتها الكيميائية التي تشمل مادة نوفيتشوك كما شددت بيرس على أن معلومات الحكومة البريطانية تدل على أن الاستخبارات الروسية اعتبرت سيرجي سكريبال هدفا محتملا لها واهتمامها به كان بوجودا حتى العام 2013 على الأقل الاتحاد الروسي هو الوحيد الذي يمتلك القدرات التقنية والخبرة والقدرة على مهاجمة سكريبال وصلت موسكو انتاج كميات قليلة من نوفيتشوك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفي عام 2000 أشرف فلاديمر بوتين شخصيا على برنامج الأسلحة الكيميائية إن العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته تعرضا للتسميم في الرابع من مارس الماضي باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك وتؤكد السلطات البريطانية أنه انتج في روسيا بينما ينفي لكريملين هذه الاتهامات وفي خطوة تأييد لبريطانيا أعلنت 28 دولة من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت طرد دبلوماسيين روس أوكرانيا قامت بطرد 13 دبلوماسيا روسيا دخل اتفاق تسهيل التأشيرات بين أوكرانيا والكويت حيز التنفيذ وبات بإمكان مواطني الكويت الحصول على التأشيرة الأوكرانية إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للسفارة تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتسهيل إجراءات دخول المواطنين بين كلا البلدين والدفع بالعلاقات الثنائية في شتى المجلات كما تأتي هذه الخطوة في الذكرى السابعة والعشرين لا ترافي دولة الكويت باستقلال أوكرانيا البداية كانت هي بداية احتفالنا في مرور 25 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وأكرانيا الصديقة وانطلاقا من الزيارة الهامة التي قام فيها فخامة الرئيس بيترو بارشينكا إلى دولة الكويت بتاريخ 8-19 مارس تم الاتفاق خلال المباحثات الرسمية بين الجانبين الكويتي والأكراني على تسهيل إجراءات الدخول ومنح التأشيرات وتم اختيار يوم الثامن عشر من أبريل وهو اليوم الذي تم إقامة فيه العلاقات الدبلوماسية لإعلان عن هذه الخطوة التي ستساعد في تسهيل حركة المسافرين بين البلدين وكذلك تعزيز دور السياحة والحركة الطيران أعتقد الآن في هذه الخطوة حيث يحصل المواطن الأكراني على تأشيرة في مطار دولة الكويت أو أن يستطيع الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني وخلال 48 ساعة يحصل على الرد ومن خلال هذا الرد يستطيع أن يتجه إلى دولة الكويت ويحصل على التأشيرة لمدة 90 يوم وفي مقابل يدفع رسوم تقدر بثلاث دنانير وهي بحوالي 10 دولار أمريكي كما تحدث السفير الكويتي عن أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات بالنسبة للمواطنين وأبرز الوجهات التي سيقصدها الكويتيون في أوكرانيا هذا الأمر مهم بكون يقرب أواصر الصداقة ما بين البلدين ويعزز حركة السياحة ما بين الكويت وأوكرانيا كذلك يلقي الغيود بالتأشيرات والتعقيدات المواطنين في الذهاب إلى السفارات والوقوف أعتقد أن العاصمة كيف هي محل جذب للكويتيين في بساطتها وجمالياتها وكذلك للتواجد والتفرع الشركات والمستشفيات أو الجامعات أو المتاحف الموجودة فيها تأتي في المرتبة الثانية هي العاصمة السياحية في جذب السواح وكذلك منطقة الفيف التي هي منطقة تاريخية غريقة في غرب أوكرانيا إلى شرق البلاد حيث أصيب جندي أوكرانيون بجروح في منطقة عملية مكافحة الإرهاب بإقليم الدنباس متحدث باسم الجيش الأوكراني أكد تسجيل أكثر من خمسين عملا استفزازيا من قبل المسلحين الموالين لروسيا خلال 24 ساعة المسلحون قصفوا مواقع القوات الأوكرانية على طول الخط الفاصل من منطقة باباسنيا قرب مدينة دانيتسك وحتى قرية شيروكنا قرب ماريوبل عمليات القصف شهدت استخدام مدافع الهون من عيار 120 مم المحظورة بموجب اتفاق منسك للسلام أطلقت النيران على مواقعنا في بلدات نيفيلسكي ومنجم بوتكوفا ونوفترويتسكي وذلك باستخدام قذائف الهون من عيار 120 مم و82 مم المحظورة قاذفات القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة الثقيلة استخدمت في منطقة دونيتسك بالإضافة إلى ذلك هجمت مواقعنا باستخدام قذائف الهون من عيار 120 مم قرب نيكولايفكا ومن قذائف الهون ذات العيار 82 مم وقاذفات القنابل والقذائف اليدوية في بيسكي وفوديان في اتجاه لوهانسك فتح المسلحون النار من قذائف المورتر على المواقع الأوكرانية قرب نوفا أليكساندروفكا وبوباسنا أجرت في أوكرانيا تجارب ناجحة على منظومة سكيف الصاروخية المضادة للدبابات المعدلة أجرت تغيير التصميم الأصلي للمنظومة لتتفق مع متطلبات الزبون وحدثت لتتكيف منصة الإطلاق مع الاستخدامات في ظروف الأرض الترابية الخفيفة والرملية يقول المطورون إن المنظومة تتمتع بالعديد من المزايا التقنية التي تضمن ضرب الأهداف المدرعة حتى في الظروف الليلية أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تفجير محطة تصفية المياه في منطقة دانيسك شرق أوكرانيا عدعت روسيا إلى سحب قواتها من شرق البلاد والالتزام بتنفيذ اتفاقات مينسك نورت أشارت إلى أن 350 ألف شخص على جانبي خط التماس يعانون من انقطاع الماء بسبب توقف عمل المحطة اعتبرت أن استمرار روسيا بتسليح وقيادة المجموعات المسلحة التابعة لها في إقليم الدنباس يجعلها مسؤولة عن تدهور الوضع الإنساني في شرق أوكرانيا عمر مجمع كيف بيتشيرسكالاورا الكنسي يقارب العشر قرون وهو منذ ثلاثين عاما يقع تحت حماية منظمة اليونسكو تضم اللاورا أكثر من مائة معلم ديني سياحي بارس لنتابع هذا المدخل الرئيسي إلى كيف بيتشيرسكالاورا وتربعت فوقه كنيسة الثالث الصغيرة وهي المعبد الوحيد الذي بقي حتى يومنا هذا من دون أي تعديل عمليا عمرها 910 سنوات صممت واجهتها وداخلها وفقا لنمط الباروك الأوكراني الباروك الأوكراني أو القوزاقي هو نمط فريد للبنائين الأوكرانيين يعود للقرنين السابع عشر والثامن عشر ويتميز بتعقيد زينته وزخارفه ونقوشه وترصيعه وتذهبه تعمل يكاتيرينا مرشدا سياحيا في هذا المعلم منذ أكثر من ثلاث أعوام وتتذكر أن من بين مستمعيها كان الأمراء والرؤساء من مختلف البلاد قد يبدو للوهلة الأولى أن الحاجز الأيقوني مصنوع من المعدن وهذا ما يظنه الجميع عادة ولكن في الواقع هو من الخشب كليا وجميع الأعمدة هذه كانت في يوم ما جذوع أشجار وتلاحظون أن عناصر الزخرفة غير ملتسقة ومخترقة وقد ذهب أعلىها بورق الذهب طبقة الذهب على الحاجز الأيقوني أرق بثلاث مرات من شعرات الإنسان اعتبرت ورشة رسم الأيقونات في لافرا كييف الأفضل في شرق أوروبا وتميزت بأسلوبها الخاص كنيسة الثالوث فوق المدخل هي المعبد الوحيد الذي حافظ حتى اليوم على رسوم حرفيين لافرا العائدة للقرن الثانين عشر يبدأ تاريخ لافرا من عام الف وواحد وخمسين حيث عاد أحد الرهبان من أفون اليونانية وسكن أحد الكهوف على التل بالقرب من كييف القديمة ليبني هنا ديرا للرهبان فيما بعد حفرت كهوف لافرا كييف على عمق يتراوح بين خمسة وخمسة عشر مترا ويبلغ طولها الإجمالي ثمانمائة مترا وتضم ستة كنائس تحت الأرض تبقى هذه الكهوف حتى يومنا هذا واحدة من أهم وجهات السياح تركض هنا أساد الرهبان القدامى ومن بينهم هيرودوت كييف الذي كتب في مخطوطته حكاية السينين المؤقتة عن تاريخ روس القديمة العائد للقرون الوسطى وعن مركزها كييف وكانت المدينة حينها من أعظم المدن في أوروبا في حين أن موسكو كانت تذكر بشكل عابر توجد في المخطوطات هذه العبارة أن دلغوركي كتد إلى حليفه لأمير تشيرنيهاف قائلا تعال إلي أخي لقرب موسكو كانت هناك وليمة عبارة